باعتبارك قانوني أيضاً تعرف أن القضاء عرفها الزات كبيرة حتى أنه قائم على القضاء في السجن ما هو تصور سيد علي بن فليس لإصلاح العدالة؟ إصلاح العدالة هو يبدأ بسن ما يسمح بإعطاء الحرية والاستقلالية للقضاء القضاء هو سلطة لابد أن تكون مستقلة القضاء هو شأن الشعب الجزائري ما هو الشأن القضاء فقط ماذا يريد الشعب الجزائري وكيف يريد أن يكون قضاءه وبالتالي استجابة لمطالب الشعب القاضي يعني يجب أن يقيد بأمرين اثنين لا ثالثة لهم أولاً يخضع للقانون وهذا وجب عليه ويخضع لضميره ما حصل في العهد السابق الفاسد هو أن شخصة الحكم جعلت من حاكم البلاد أراد للقضاء أن يكون قضاءه هو ويخضع لأوامره ولا يخضع للضمير وللقانون وبالتالي لابد من هذه المعالجة أنا عندي تصور شامل راهو مذكور كله مجلس أعلان القضاء منتخب يدير ويسير الوظيفة القضائية والمهنة على القضاء حتى يطمأنه لابد كذلك من أن يكون القضاء في جزائر في موقع نتع نقاوة ونظافة ليرضى بها الشعب الجزائري الأسرة القضائية ككل هي قضاة هي محامين سلك المحامات لابد أن يرجع له الاعتبار لا يهان سلك كتاب الضبط هذه رهي آلاف وآلاف كذلك من كاتباتي كاتب الضبط ما هوش كاتب في خدمة القاضي شاهد على إدارة جلسة أو إدارة ملف الموثقون المحضرون كل هؤلاء يشكلون هذه الأسرة وبالتالي استقلالي للقضاء حقيقية قانون أساسي للقضاء قانون للمسل على القضاء احترام للأسرة القضائية ولكن احترامها هي للشعب الجزائري ما يسمش يكون الضغط على القضاء من أي كان لكن لابد من تلقية ونقاء القضاء كذلك حتى لا يدخل المعترك السياسي كما فعل به النظام السابق الذي جر القضاء إلى أشياء سياسية لا علاقة للقضاء بهم هذا على العمور